بسم الله الرحمن الرحيم مراجعة كده النهاردة على GNS3 و GNS3VM تمام؟ طبعا اللي كان عام قبل كده في الني ايه بيجتمل على الباكت تريسر انسوا الباكت تريسر انسوا خالف احنا شغلان هيبقى على ايه؟ عن GNS او GNSVM تمام؟ طبعا فيه برامج تانية اساسا نقول الاول كده الفرق الباكت تريسر ده برنامج بنقول عليه سيميونيشن هو حكاية كن عندك راوتر لكن فعاليا عندك راوتر عشان كده الناس اللي طبقت عليه في الني ايه هتلاقيه تقريبا كان بيستبرت تقريبا في حدود 50-60% من الاوامر اللي احنا كنا بنتبقها فيه جزء كبير كنا نيجي انطبقه على الباكت الريسر تلاقي الامر اصلا مش موجود ده مش معناه ان انت عامل حاجه غلط ده معناه ان الامر بالنسبة الاستيميليشن ده لكن ميثة البرنامج بتاع GNS3 ده ان انت بتجيب ايو اس بجده حقيقية بتاع راوتر وبتدخلو جوا برنامج فبالتالي نسخة طبك الاصم اللي انت هتعمله قصلا على راوتر حقيقي انت كده هتعمله جوا مين جوا برنامج جوا برنامج جي ان اس بي ام او جي ان اس تمام للدقة مش ده البرنامج الوحيد التكنولوجي ده منتسميه تكنولوجي اميليشن او برشولايزيشن تمام انما الباكت ريسر ده منتسميه تكنولوجي سيميليشن مو حكيه تمام فيه برامج كتير برضه بتعمل تكنولوجيا الاميوليشن بالنسبة للسيسكو على سبيل المثال سيسكو عندها بروتكت خاص بيها اسمه فيرل الباكت ريسر بتاع سيسكو بس هي مصممه للناس اللي هي لميتت لسه في الامكانات بتاعتها في سيسكو انما برنامج الفيرل الفيرل ده اصلا يعني نظام اميوليشن برضه بتاع سيسكو بس هي عملاه للناس اللي بتذاكر كرسيس اطانسد على سبيل المثال زي مثلا السيسيا و ايف تمام فيه كمان عندنا ال ايف تمام برنامج ال ايف برضه نفس الفكرة بتاعت gns انا عن نفسي تعملت مع ال ايف و gns هو اه كل واحد فيهم وليه مميزاته كل واحد فيهم ليه عيوب تمام بس انا عن نفسي بصراحة استريحت اكتر ل gnsdm ده اكتر واحد انا استريحت ل ال فيرل لا ال فيرل انا جربته مرة تمام اولا تقيل تقيل اوي اوي تمام بلاست ان انا لما بدير جواه ال operating system فيه بعض التهييسات برضه بتحصل ويجي ان اس برضو بيبقى في شوية تهييسات مش هقولوكم ان هو سيناريو بيرفكت لكن ان جنرال انا شاف ان جي ان اس اصلا اخف والتهييسات اللي فيه خلص الواحد بقى فاميليا رمعية من كتر ما انا اتعاملت معي الواحد بقى اصلا فاميليا رمعية تمام بقيت بعرف حلها بالسودة جدا فطول احنا مشين لو حصل اي تهييسة اقولك التهييسة دي تحلها بالطريقة الفلانية تمام كده عايز تتعامل بالفيرول بس الفيرول طبعا مشكلتنا الرئيسية كمان معي نوب لايسنس مش فور فري ومش ينفع بقى يتكرك والحوارات دي تمام انما جي ان اس لا جي ان اس ده اصلا البرنامج ذات نفسه فور فري لكن جيرمي جيرمي ده الولد اللي كان عامل برنامج في جي ان اس اصلا كان طالب فرنسي اصلا لما عملو تمام ده كان عبارة عن مشروع التحرك بداية ويعني المهم ان جيرمي اصلا قالك انها برنامج جي ان اس هدولك فور فري لكن بالنسبة للاي او اس انا مليش تعوه بيه انت بقى ايه اتصرف فيه لان طبعا الاي او اس اللي هو الابريتنج سيسن بتاع السلسكو ده بفلوس تمام برنامج الاف بقى فيه منه نسختين فيه منه نسخة اصلا فور فري وفيه نسخة منه كوميرشيال طبعا الكوميرشيال الامكانات بتاعتها عاله هو يمكن فيه ميزة قوية في الاف عن جي الناس انه بيستبرت تقريبا ان انت تضيف جواه تقريبا كل حاجة تقدر ان انت يشتغل عليه كورسات الفورسي جيت تقدر تشتغل عليه حاجات كتير قوي انما بالنسبة لجي ان اس تلاقي جي ان اس برضو يعني مقارنة بالقيف لا تقدر ان انت بيستبرت حاجات اقل انما بالنسبة لشغل السلسكو شغال معانا برفلت وزيد فت وضحت الفكرة الغد بالوقتي فاللي هنشتغل عليه ايه ال جي ان اس طيب ايه الفرق بين جي ان اس و جي ان اس بي ام اول ما جرمي عمل البرنامج بتاعه كان اسمه جي ان اس ستري وللدكة كان حتى اسمه زمان دايناميبس اول ما نزل خلص المهم بعد كده عمل منه نسخة جرافيك سميها جي ان اس ستري ودي بيستبرت الراوتنج بطريقة ممتازة اقدر ان هو يذاكر البروسيسور بتاع روتر ستاسكو كويس جدا وقدر ان هو ييميوليت البروسيسور بتاع الراوتر فالجي ان اس اصلا بالنسبة للراوتر مش هقولك هيصبرت 100% من الاوامر لكن لو قلتلك انه هيصبرت تقريبا من 95% ل 99% من كل اوامر ستسكو لغاية ستسكو لغاية لابل سي 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 وين ايه راييكم ممتاز جدا ولا لا بس مشكلتي مع جي ان اس اصلا ان جرمي مقدرش ان هو ييميوليت السويتش مقدرش ان هو يخليه صبرت السويتش ليه لان السويتش لو بتتكره من ايام الان ايه كنا قلنا ان البروسيسور مش هو اللي بيبص على كل الجزء من اجزاء الجاية وما المين اللي بيبص على كل الجزء كانت ايواء الاسيك حتة الاي سي صغيره دي وللدكه الماثر بورد اصلا يدينا كان بيبقى عليها اكتر من اسيك اسيك مسئول مثلا عن البروسيكورتي اسيك مسئول عن البروتوكولة دوتوان اكس اسيك مسئول عن مش عارفة مين تمام فالماثر بورد بتاعت السويتش عبارة عن مجموعة مبيرة من الاسيكس اسيك مسئول عن كل تكنولوجي معينة وعلشان كده جيرمي مقدرش ان هو ييميليت كل الاسيكس دي فاللي حصل بقى ام عامل برنامج تاني اسمه GNSVM تمام الفكرة بتاعته انا لسه ايلا دلوقتي ان الفيرل ده بروده بتخصه بساسكو صح بيسابورد الراودرز بيسابورد اسويتش ساسكو بقى بالنسبة البرنامج الفيرل عامل اوبريتنج سيستم تخصه بيها هي اسمها IOU اللي هي اختصار IOUS ON UNIX تمام هي عاملها كحاجه تعليميه بس حاجه تعليميه عاليه جدا لان زي ما قلت لكم اساسا هي عاملها للناس اللي بتذاكر اسيكو ايه لدرجة ان الامتحانات العملية دلوقتي بتاعت اسيكو ايه اصلا بيشتغلوا على مين؟ على الاميوليشن مش على الراودنج تمام فالIOU بتاع الساسكو ده هي اللي عاملها اوبريتنج سيستم برضه بكامل امكانياته تمام فبالنسبة بقى لجرمي ايه طيب بالنسبة للGNS3 ده هيصبرت الراوتنج بطريقة ممتازه بالنسبة للGNSVM بقى هاجيب الIOU بتاع اسويتشيز تمام واندخلها جوا برنامج GNSVM يبقى معنى كده ان احنا هنسلطه بالGNS3 ده عشان يصبرت مين؟ الراوترز تمام؟ عليكم سانة طبرة فقلنا جرمي ام جاي بالاوبريتنج سيستم بتاع الساسكو تمام اللي هو الIOU دخلوا وبرنامج مين؟ الGNSVM يبقى من الاخر انا بسلطه بالGNS3 عشان يصبرت الراوترز وبسلطه بالGNSVM عشان يصبرت الراوترز والسويتشن سواء راوترز او سويتشن بس ندوسة خليها اللي اسمها ايه؟ الIOU تمام؟ تعالوا بقى نسطب كده الGNS في versions احدث من دي كمان up to you ممكن تنزل احدث versions انا فيش اي مشكلة ده برنامج الGNS double click عادي جدا next agree next عايزة تسطبي ايه من دول؟ لو انا اخترت GNS3 desktop يبقى انا كده بسطر برنامج GNS بس تمام؟ يبقى معنا كده انا هصبرت ايه؟ الراوترز بس للدقة في بعض الموديلات من الراوترز زي موديل 3725 ينفع انا لما اسحب راوتر اعمل له شندون الاول وبعد كده اركب عليه موديول سويتش وتعامل معه كأنه سويتش هيبقى فيه بعض الانترفيسز راوترز اللي هي موجود عليه بايتفولت وتعامل مع الموديول الجديد كأنه سويتشد انترفيسز بس انا مش بحب اعمل الكلام ده ليه؟ لان في الاول و في الاخر هو عبارة عن ايه؟ راوتر فهتحسوا الى حد ما ان الاوامر برضو فيها نسبة تغيير تمام؟ مثلا بالنسبة للسويتش لو بنكلم على السويتش حقيقي لو عايت اعرف الفيلانات كان عندي امر اسمه ايه؟ شو فيلان بريف لو جينا نكتب الامر ده على الراوتر اللي انا حولته للسويتش هيقول لي امر غر واضح ليه؟ لان الامر بتاعي مختلف شوية شو فيلان داش تقريبا سويتش مسافة بريف على ما اتذكر تمام؟ فالمهم ان فيه بعض ايه؟ الاختلافات مخبر ارقب اخبط بالراح تمام؟ فولنا الان جي إن ني اس ده اصلا ده هيصبرت معي مين؟ الراوتر هصطب كمان جي إن ني اس في ام عشان يصبرت معي السويتش نيكست؟ نيكست؟ طيب انا لسه قيل دلوقتي ان انا هيجيب الاي ويو قدخله جوا برنامج جي إن ني اس في ام للدكة بدخلوا جوه برنامج ال-VMware للدكة بدخلوا جوه برنامج مين؟ ال-VMware تمام؟ ممكن تدخلوا جوه برنامج ال-VMware Workstation أو ال-VMware ESXi دول اتنين بروتكت اساسا تبع شركة ال-VMware عشان بس ما نضيعش وقت دلوقتي في تفاصيل احنا ملناش علاقة بيها اللي احنا هنتعامل معه بإذن الله هو برنامج ال-VMware اللي هو ده Workstation Professional ده version 15.5 يريد تلتظو stock بال-VMware على شو؟ ال-VMware يا اما 15.5 اول احدث تلوه 16 المهم مش اقل هيعمل لك مشكل تمام؟ طيب يبقى احنا دلوقتي بجيب ال-I-U ادخلوا جوه مين؟ برنامج ال-VMware اللي هو ال-VMware او ال-VMware او ال-VMware اللي احنا هنتعامل معه اللي هو ال-VMware Workstation تمام؟ وبعد كده هربت برنامج ال-VMware بنجيق ال-VM فده اللي هنعمله دلوقتي بجيب ال-VM تمام؟ Next install بسرعة كده هقول له نا cancel بسرعة تمام؟ ليه؟ المفترض دلوقتي ان هو كان بيحاول يعمل download لبرنامج ال-GN-S-VM فانا cancelت لان البرنامج ده اساسا في الملفات اللي المفترض هتاخدوها مني اساسا او الناس اللي هتاخدوها مني اساسا او الناس اللي هتاخدوها مني انا حطا لكم نسخة offline اصلا من GN-S-VM تمام؟ فالمفترض دلوقتي ان انا هتاخد الماكة اللي هو الملف ده اللي امتداده جوه برنامج ال-VM هدخله جوه برنامج مين؟ ال-VM حجمه اكتر من 500 جيد عشان كده cancelت بدل ما يبدأ ان هو يعمل download لل-operating system ده try node عشان يبدأ يسطط برنامج ال-GN-S الواحده تمام؟ اول مخلص بيقول لي اسططط لي كمان برنامج ال-VM ميزة برنامج ال-GN-S ان ينفع كمان لما اسحب راوتر او switch ان انا اربطه بكرت الشبكة الحقيقي متاع اللاببتوب بتاعي واطلا الLab بتاعي Connected على الا جهزة اللى حوليكم وcessorsتعى الحقل نتوبار شبكة الحياة معنى كدى ان الراوطر ده ب 3300 قبل اعني تفعلany بعد ما صرف بكثى الانترنت عشان اقدر اعمل الحوار ده محتاج Taqb Bei machine و która جميعا سببك د تأتعامل معي لكن مش قائدرا انا اسحاب راوبطر واربطه بالكارت الشبكة بتاعي. يبقى انا محتاجة الوين بيكاب. نكس اجري انسطول فنش. كده كان بيكمل تصتيب برنامج جنس. طلب مني بعد كده برنامج اصطبلك برنامج الان بيكاب ولا لا. تمام? الان بيكاب نفس الفكرة بتاعت الوين بيكاب. تمام? انا مش حاسة باي فرق ما بينهم واو. يعني عشان كده انا هكانسل. انا مكتفية برنامج مين? الوين بيكاب عشان اربطه كارت الشبكة الحقيقية بتاعي. بيكمل كده تصتيب برنامج جنس. نكس. المفترض اصلا لبرنامج جنس. في البداية خالص قلتلكم انه هو بدأ مشروع. مشروع تخرج. تمام? طالب فرنسي اسمه جيرمي. ربنا فتحها عليه بعد كده وبقى دلوقتي اساسا عندهم شركة واكاديمي. وبيطلعوا كورسات وعاشهم. تمام? بره في يعني نظام محترم كده بيبقى فيه نظام مبين شركات. فيه شركة اسمها شركة سولار وينس. شركة سولار وينس دي اساسا شركة مشهورة وشركة محترمة جدا اصلا. كان حصل اتاكي عليها الناس اللي بيتابع بسطات الفيس. تبعت البسطاتي. تمام? كان حصل اتاكي عليها قريب. على البرامج بتاعتها. المهم يعني ان دي شركة بتعمل برامج. مونيتورينج للشبكات وحوارات كده. فهنا بيقول لك ايه? عملوا انتجريشن ما بين شركة جي ان اس وما بين شركة سولار وينس. فبيقول لك ايه رأيك? لو انا اخدرت ياس. هيكرية لك اكاونت على الموقع بتاع سولار وينس ويديك بور فري بروتكس اسم عليها خاص ميتين دولار. تمام? احنا مش انترستد اصلا في الكلام ده. نو. لان احنا انترستد دلوقتي في تفصيل بس مين? الجي ان اس. تمام? اصبر عليه خالص لغايت ما يفتح دلوقتي. ويريد تكون عامل اساسا للفيرو بتاع كوف. تمام? كده بيشتغل هو. تمام? بيقول لك ايه? احنا اتفعنا اصلا ان نسخ الاي اي 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 او. هدخلها جوه برنامج مين? الفيرو مير. تمام? فلو قطلو دلوقتي بيقول لي اران الابليانس ان فيرتش والماشين. او انا عايزة جوه فيرتش والماشين. نيكست. نيكست. تمام? بيقول لي معاليش ثانية واحدة. انا ملاقيتش اصلا مكنة تجي انس دي ام جوه برنامج الفيرو مير. اللي امتداد او في ايه ده عبر عن مكنة جاهزة. طبعا الناس اللي اتعملت مع الفيرو مير قبل كده تقدر ان انت اصلا تكاريت مكنة. تمام? هنا بقى الامتداد او في ايه ده معنى ايه? ان دي مكنة جاهزة. يعني ايه مكنة جاهزة? يعني لما تيجي دلوقتي تفتح لي برنامج. الفيرو مش تقول له كاريت لي بقى مكنة جديدة. لأ انا هقول له هنا. فايل قبل المكنة اللي اسمها ايه? بالمناسبة صحيح. انا دلوقتي بسطى البرجن كيف? 2.15. تمام? يبقى وانت اصلا بتعمل براوز على مكنة الاو في ايه يكون نفس البرجن. عشان فيه ناس اصلا بتعمل حركة هنا غبية قوي. بتعمل ايه? بتروح مسطبة البرجن ده. تمام? وتروح عاملة امبورتة اصلا للمكنة بتاعت الاو في ايه اللي بتاعت البرجن التاني. تمام? لأ دي هتعمل لي مشكل. بالمناسبة هو ما اراهاش هنا على الفيرجن ده. لان مكنة الاو في ايه هنا نوضغطوها. فجوز ان انت لو عايز تشتغل على الفيرجن ده اكستراكت الملف اللي هو يجي ان اس بي ام علشان يقرى الامتداد اللي هو او في ايه. تمام كده? طيب احنا في حالتنا هنستطب او هنعمل امبورتة اللي مكنة اللي هي الاو في ايه دي. تمام? بيقول لي اسمها لك ايه? الاسم اللي فوق تلو هو الاسم التباتة اللي بتصر هنا دي. تمام? هتتحط فين? هستفعى الديفولت. امبورت. لغاية ماعمل لها امبورت. هنا بعد لو قلت له او كي. جاست اول ما قل له رفريش. المفترض ساعته انه هو هيعمل لها دي تكتر. وسيب برنامج جي النس هو اللي يشغل اصلا برنامج البي اموير. بلاش انت تران البي اموير بيجيلك. سيب برنامج جي النس هو يران مين? البي اموير. اجي المكنة بتاعتي اهي. واخد رمات اثنين جيج. اثنين جيج حلوين قوي على فكرة. حتى في الان بي هيشغلونا كويس قوي في جي النس بي امي. انا بس عشان ايه? نين جيج شوية في الشرح يعني. هتديله رمات اربعة جيج. انما اثنين جيج معاك حلو اوي. تمام? اول ما قل له رفريش. لا اطفعلا المكنة اهو. وهرفلكت بس الميمور الجديدة اللي انا اديتها اللي هي اربع جيج. وهديلها بروسسر واحد. نيكس. فنش. بصوا ايه اللي حصل. انا ما شغلتش المكنة. مجرد ما قلت له فنش. برنامج جي النس هو دلوقتي اللي بيكونكت مع برنامج البي امي وير. وبيعمل باور ان للمكنة بتاعتي جي النس بي ام لوحده. تمام? بس انها كده لغاية ما تكمل. كده المكنة بتاعتي امت. فنش. تمام? طيب. عايزين نبدأ دلوقتي ان احنا نسحب راوتر. لو ضغطت هنا ما انا عديش اي راوتر خلص. فالمضطرد ان انا هعمل امبورد للملفات بتاعت الايو اس بتاعت سيسكو. تمام? هجيبها منين? تحت انا حطا لكم هنا كزا واحد. ده مثلا موديل. ده 3660 3725. سير 7200. تمام? تعالوا نعمل امبورد مثلا من النسحة اللي مين? 7200 دي. يبقى حاجة هنا اجابه برنامج البي او وير. فايل. اسفا ادت. بريفرانس. كون اللي اتعاني بعد كده برنامج جي انس هيبقى من ادت بريفرانس. عايز اضيف دلوقتي اول حاجة ايو اس راوتر. تمام? هقول له نيو. بيقول لي هنا. اراني دلوقتي الراوتر ده. جوه الجي انس بي ام. لو انا اخترت الاختيار ده معنى كده انه هو هيعمل ابلود للملف اللي انا لسه مويره لكم. اللي هو ملف الايو اس. جوه المكانة دي. تمام? انا مشكلتي في حاجة بقى. ايه هي? ساعات في بعض الاحيان بتحصل بعض التهييسات ان بيبقى مفيش كونكتبتي ما بين برنامج جي النس وما بين برنامج البي ام وير. ساعتها لو انا حاولت ان انا اسحب الراوتر ده مش هيشتغل معي هيبتي ارور. لان الراوتر موجود جوه مين؟ جوه برنامج البي ام وير. تمام? عشان كده بالنسبة للراوترز افضل ان انا شغالها لوكالي. لوكالي يعني ايه؟ تبقى موجود عليك هذي انا الحقيقي مش جوه برنامج البي ام وير. وبالتالي لو لايكدر والله لو حصل اي مشكلة في الكنكتبتي ما بين الاتنين. اقدر اثحب الراوترز عادي جدا. لكن بالنسبة للآي او. الآي او غصبين عني كده كده مش هقدر اتعمل معي الا لما دخلوا هو برنامج مين؟ ها؟ الفي يو برنامج البي ام. تمام? فهجي هنا اقوله ايه؟ نكس اختروا الوكالي نكس فين الائي او اس بتاعيك. احطينا هنحطي نوضي حتدي. ميه دي. ميه ادي الملفة هوه سبع تلاكميتين. اوبل. بيقولي بقولك ايه اخدلك منه كوبي احطهه عندك تحت ست ياريت اقوله ياس ليه مشكلتنا مع البرجنز القديمة من برنامج جي انس ان دلوقتي لو انا جيت مثلا على الملف ده الاسمه بروجرامز ده غيرت اسمه او اخدته قط وحطيته في مكان تاني اي تعديل فيه معنى كده اصلا ان برنامج جي انس اول ما يجي يقرأ الملف بتاعي مش هيلاقيه ما انا غيرت ايه المصار بتاعه او غيرت الاسم الفولدر اللي هو موجود جويه تمام فده كان بيعمل لنا مشاكل كتير علشان كده في البرجنز الجديدة بقى بيديني امكانية اني اخد كوبي من ملف الايو اس احطه جواميل اسي فلو اصله بالوقتي كده حطهولي تحت المصار ده وبالتالي كل مرة اصلا هاجه شغل الروتر هيقرأ من المصار ده هو انت هتدخل على المصار ده تحت اسي تلعب فيه يبقى كده افضل صح؟ تيجي انت بقى على الفولدر الاصلي اللي موجود عندي تحت الدي تعمل له رينيم تدلته وتعمل في اي حاجة منهوش دعبه هو بيبص على الم التالف اللي موجود عندي تحت اسي تمام؟ نيكست الروتر ده سير سكيم سبعة تلاف ومتين تمام؟ بيحتاج رماتة بايه هو هنا كاتفلي خمسمية واثناشر الموديل ده بس من التجربة ماتين ستة وخمسين زي الفول كل راوتر هاسحابه هيحتاج مني ماتين ستة وخمسين ميجر ايم معنا كده ان احنا في القرصة بتاعنا ان شاء الله احنا اني بيبقى هنوصل لمرحلة ان احنا هنتعامل ان شاء الله مع عشرة راوتر كل راوتر هياخد الدقي متين ستة وخمسين كل راوتر كيوم هياخد لنفسه دقيه شباب 10 ستة وخمسين تمام؟ طيب عايزة الناس دلوقتي تركبيلو سلوت ولا لا اتركبيلو موديول ولا لا، فلو احستقبت مثلا هنا انا اركبلو سلوت مثلا 2 اسرنت او 1 جيج اسرنت واحد فاس رماتة اسرنت 8 اسرنت تمام؟ لو احنا حبينا ان احنا نركب موديول كده كده haعارستين ان بعد ما اخنص كلها اقدر بعد كده بقى انت مسحب الروتر ذات نفسه اركب له موديول من جوه اصلا البرنامج ذات نفسه. تمام؟ نكس نحسب ايدل بي سي ولا لا؟ المفترض دلوقتي ان الروتر ده بيسحب من اللاب الحقيقي بتاعي بروسسور ورامات ومسحة من الهارد. كده كده اخد مسحة من الهارد لانه موجود عندي تحت السيل. وكده كده حجز لنفسه رامات 256 تمام؟ وبرضه هيسحب مني قد ايه؟ بروسسور تمام؟ المشكلة دلوقتي ان انا يعني لو سحبت راوتر واحد بس هلا يلاقي تقريبا البروسسور بتاعي عالي تقريبا الى 25% رغم ان اللاب بتاعي المفترض ان هو امكانياته عالية مش قد ايه؟ لما راوتر واحد بس يسحب من اللاب الحقيقي بتاعي 25% من امكانيات البروسسور بتاعي. كتير؟ امال بعد كده لما اسحب 10 راوتر هيا حصلت اللاب بتاعي ايه؟ لو قدر الله البروسسور اللي وفضل عالي فترة طويلة قدر الله ممكن اصلا يتحرق. عشان كده جيرم يوجب معانا فقلنا احنا هنحسب حاجة اسناها ايدل بي سي. ايه ايدل بي سي ده بقا؟ ده معانيه؟ كوي ما كده هو بيحصلها؟ المفترض انه معانيها لو الراوتر محتاج بروسسنج يسحب من البروسسور بتاعي بالحقيقية بتاعي. لكن لو في الفترة اللي هو مش محتاج فيها بروسسنج يسحب مني انا لي. يسيبهو لي. يسيب لي البروسسور بدياي. تمام؟ يسحب بروسسور امتا؟ لما يكون مثلا الراوتر في البداية بيقوم. احنا عارفين انه هو في البداية خلص هو بيقوم بيعمل تيه كم برس للاي او اس وياخد منه هو بيحط فيه ترافيك عليه محتاج البروسسور ساعة هيسحب مني. انما لو ما فيش تلوقتي اي ترافيك عليه و الراوتر عبارة عن الراوتر ايدل يبقى يسيب لي البروسسور بتاعي. فيه تلات طرق بحس بيهم الادل بسي. دي طريقة منه. انه انا اضغط هنا تلوقتي على ايدل بسي. واسيبه دقيقة كده ولا دقيقتين يحسب ايدل بسي وكده ايه ونفنش. عن تجربة الطريقة دي مش بتنزلي البروسسور بكيما كويس. عشان كده مش بحب ان انا اشتغل عليها خلص. ف هاقول له فنش. ابلوي. اوكي. لو جد دلوقتي اسحب الراوتر هنا بيقول لي لو سمحتيه كاركتيني لبروشيكت الاول. وبالتالي لو جد اسحب الراوتر مش قادر ان هو يسحبه. فهاقول له الاول فايل. نيو بلانك بروشيكت. اوكي. تمام. كده بقى. لو سحبت الراوتر. اتسحب عندي اهو. لونه احمر. لونه احمر ده معناه الراوتر بتاعي اشتغل. تمام. نشغاله ازاي. كليكي مين. ستارد. كده الراوتر بتاعي اشتغل. تمام. احسن طريقة بقى بحسب بقى ايدل بي سي. الاول بس عشان نحس بالفرق. لو جنسها تحت الناس كمانجر. لسه بنقول لي يا هايدي والبروشيكت الفعلا بتاع اللاب بيكيه عالي قوي. تمام. فوق 30% لا كده كده كتير قوي على روتر واحد. عشان كده احسب له ايدل بي سي. يا اما ان انا كليكي عليه مين. واقول له ايدل بي سي. او اوتو ايدل بي سي. لو انا اخترت ايدل بي سي. هو مع نفسه عيدة ان هو يختار اكتر من قيمة. وبعد ما يخلص خلص هيديني اختيرات عادة تختاري قيمة. تختار بنقاء على ايه? افضل قيمة فيهم اللي بيبقى جنبية علامة الاستوريك. علامة النجمة. تمام. طب لو فيه اكتر من قيمة جنبية علامة نجمة اي واحدة فيهم. طب لو ما فيش ولا واحدة جنب يوم علامة نجمة. اختار اي واحدة وجرد. تمام. عام تجربة افضل واحدة فيهم اوتو ايدل بي سي. هو مع نفسه دلوقتي. يجب ان هو يرن كل القيمة اللي عنده ويختار افضل قيمة يطبقها على البروشيك. كيه? يقول له كده حسب كيوة. لو جينا نبس على البروشيك يا. ها. زي الفل ولا لا? تمام. عايزة اكون نفتع الروش. هكريك هنا يامين واقلو? طب كونسول. هنا بايدفولت اصلا بيفتحني برنامج الباطي. بايدفولت بيفتحني برنامج ايه? الباطي. هو كده 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 بيسطب برنامج البطي وانا بسطب اصلا برنامج الجينيس. لو جينا بس نكبر الفونت كده شوية. تمام? طبعا لو داخدوا بالكم باي دي فونت هنا دخاني على الانيب الموت وعمل اسكيب بالستطب موت. تمام? وباي دي فونت سميلي الراوتر اروان. لو جيت اسحب راوتر تنهي باسمه اتو. مش بس كده. لو قلت له شو راني نكون فيك. اسكشن بتاع مثلا اللاين كونسول. في بعض الكونفيجريشن موجودة هي باي دي فونت. زي اجزي داش تايم قاوت. زي بريبلج لابل ففتين. زي لوجينج سينكرونس. تمام? لو جيت قلت له مثلا هنا اسكشن بتاع اللاين اي او اكس. برضو هلاقي في بعض الكونفيجريشن. تمام? طبعا احنا كنا قلنا ان الكونفيجريشن دي على اي راوتر عادي المفترض اصلا ان هي مش بتبقى موجودة. صح؟ جيرمي وجد معينا وامعامل الكونفيجريشن دي كل لها في ملف تيكس. وحطه في مصدر معين تحت السين. بحيث ان كل مرة اكاسحب الراوتر يطبق في الـ background ايه؟ الاوامر دي. في السيني ايه انا كنت دايما بقولكم لو سمحتم لغاية نص كرس امسحوا الملف ده. عشان انا عايزاكم تتعملوا على حاجة حقيقة. عايزاك لما تيجي تسحب راوتر يبقى ايه؟ تيلين انستيشن كأنه فعلا راوتر حقيقي. نفتكر مع بعض بس كده المصدر بتاعه كان فين؟ edit preference تمام؟ نيجي على الـ iOS راوتر ده الموديل بتاعي. edit كان الملف ده. initial startup config. بروس كده هو المثلة. click mean edit. هي دي كل الـ configuration على سبيل المثال hosting percentage. معناه ان اول راوتر هسحبه اروان اروان. فدي الـ configuration اللي من طبعه اصلا في الـ background. فكنت دايما بقولوكم انسحوا المصار اللي قدامكم ده وبعد كده رست الراوتر وبعد كده رست ايك؟ او ده اللي بسحب راوتر جديد عشان يبقى clean installation course تدخل على setup boot وتبدأت من انتا تكتب الاوامر بايدك تمام؟ لغاية نص الكرس كده لغاية ما تكونوا تعودتوا على الاوامر دي بقولوكم طب اوكي رجع بقى ايه؟ الملف تاني احنا دلوقتي خلاصنا ستبرنا مش عالت نعمل الكلام ده تاني مفترض ان الاوامر اللي قدامكم دي كله خلاص بايت لعب عيال علشان كده هنبدأ المحتاجين بالملفنا تمام؟ طيب هنت كمان كنت اقول لكم انا مش بحب ان انا تعمل مع برنامج البطي وعشان كده انا مستطب على اللاب بتاعي برنامج secure CRT هيجي على edit preference تمام؟ تحت console applications بدل ما نتعمل مع برنامج البطي هقول له edit ونكنكت على برنامج مين؟ secure CRT وطبعا مكون مستطبينه تمام؟ كده كده console ميزة برنامج secure CRT قلنا في ايه؟ كده ميزة الميزة الاولانية ان هو بيفتح لكل راودر على هيئة تابة بس فيه برامج تانية على فكرة بتعمل نفس الحوار ده ده السوبر بطي على سبيل المثال برضو لو انت نزلت السوبر بطي مش البطي بيفتح لان كل راودر على هيئة تابة فيه ميزة هنا كمان كوية قوي ان لو جت على view وحطت هنا علامة صح على command shift وجت تحت هنا كده كده كليكي من اطوله stand to command to position تمام؟ اي امر بتكيبه هنا بيتنفس على كل راودرز الخطة واحدة فدي هنحس بيها بقى في كورس بتاعنا قوي لان زي ما اتفعنا عن قوم راودرز كتير في حاجات اساسية هبقى عايزة ان انا نعمل لها configuration مثلا على 10 راودر انتو نفسوكم وحنا لو عملنا على راودر راودر انتو نفسوكم هتدخنوا فده بقى بيستعدني ايه؟ في الحوار ده كويسة تمام؟ مش عايزة تقفلها وضحت كده يبس تعامل بعد كده هيبقى عن طريق برنامج بس لازم تكون مسطب البرنامج لو انت مش مسطبه واخترت الoption من edit preference لانا لسه مريمو لكم تيكي تفتح الروتر مش هاتيك حدا اصلا كده تعلمنا زي ان انا ضيف الروتر تعالوا كده كمراكع بسرعة تاني نضيف واحد تاني edit preference واجه على اس راوتر new ارنو locally next هختار new image هو لا existing image ظهرت لان انا فعلا قبيرت نسخة عندي تحت السين تمام فانا اختار new image هنبراوز دلوقتي على الموديل التاني اللي هو 1395 لان برضو هنحتاج الموديل ده في كورس 6 ان شاء الله تمام open هيقبيروا بروس تحت السين next ده بيحتاج 128 جريم فلاش تقلله عن كده ومش محتاج تزاوده عن كده تمام next هنضيف له انترفيس او سلوت ولا لا next بكاية ولا لا تمام تعالوا بالمرة نحسب من هنا كده idle pc على السريع طبعا الافضل auto idle pc تمام عشان الناس اصلا اللي تناحت دلوقتي دي المفترض الناس اللي اول مرة تحضر معايا النهاردة احنا استمسيسي انه كل شغلنا اصلا على البرنامج جيني تمام وجين الناس دي ام تمام انتو الكلام ده مش هتعمله كل مرة انتو الكلام ده بيتعامل مرة واحدة التسليب ده بيتعامل مرة واحدة بعد كده هترن البرنامج تسحب الروتر وتشتغل اوطر تضابل تريك على البرنامج تسحب الروتر وتشتغل اوطر سمتها تتعب بس كده شوية في الاول لكن بعد كده انتو هتبقى استعلم معاكي شوية تمام فينش بقى عندي اللي افنين راوتر تمام مش هايزين بقى الروتر ده دلوقتي بالمرة بقى تعالوا نتعلم ايه ازاي ان انا اضيف اي او قبل ما نضيف الاي او بقى تتاكد هنا ان ال جيني اس فى ام لونه اخدر بالمزر ده طالما لونه اخدر معنا كده ان اساسا برنامج جيني اس تقدر يكونكت مع برنامج الفى او ميف تمام طيب هنيجي على ادت بريفرانس واجي المرادي على اي او يو ديفاين اجي المرادي على مين اي او يو ديفاين احنا قلنا الاي او يو دي كانت ستكو عن الاساس الاساس خلص عملها عشان برنامج الفيرل تمام شوفوا حتى المرادي اصلا اختفى الافشن بتاع اللوكل بقى بيستبرت بس ايه ال جي ان اس بي ام لان الاي او مش بينفع ان يتحط الا جوه جي ان اس بي ام نكست نبراوز كده على النسخة اللي عندي هلاقيها تحت الدي تحت البروجروم تحت ال جي ان اس ادي تلات نسخة اهو من الاي او يو اللي موجود عليها اللي مكتوب عليها اساسا لاير طوب تمام سواء دي شايفين الموز واللي تحت مكتوب عليها اي او يشت责 لي ميان نحن ان الموز ان اساسي الان تحت الاجحة描ي على ان اساسي انا التحت الاجحة بالتحسب ان يكتوب عليها اي او اس مين للا gute تعالوا امكتوب ان النسخة اللي نتشتغل عليها ايا 15 الاجحة اثنين دي احدث حاج انا نزلل لها ماذا مش بابابالات اللي اجحةлично الاجحة اهو فبن بصوا بيعمل لها ايه؟ بيعمل لها ابلود. يعني ايه بيعمل لها ابلود؟ يعني بيينقلها جوه المكانة دي دلوقتي. بيرفاحها جوه المكانة دي. عشان كده قلت لكم لو اساسا مفيش كونكتبتي مريل برنامج جينس اسميل دي اوير. يعني مثلا الايكون دي كده هتلاقيها لونها احمر ساعتها. معنى كده اصلا ان انت مشينفع ان انت تسحب الاي او ده لان هي موجودة جوه برنامج دي اوير. تمام؟ هتسمي النسخة دي ايه؟ سي مسلا هتسميها لير او تعالوا نسميها مولتي لير سويتش. تمام؟ الامج بتاعتها الصورة بتاعتها المنظر ده سويتش. لو انا اخترت لير سري امج يبقى المنظر ده راودر. يبقى من الاخر. طيب هو بيحدد بس ايه؟ الشكل بتاعها مش افضل. تمام؟ فنش. انا دفت واحدة هوا. تعالوا نجيب التانية. نيو. نيكست. سي مسلا هتسميه المرة دي. راودر 15 بيت خانسة. ده احدث ايو اس انا عارفتها افتر فيه. احدث ايو اس اسم من سيسكو 15 بيت خانسة. تمام امن ؟ تعالوا نعمل دلوقتي نقل نيو امج. وابراوت فشعر عليها دك عن الهى الامج ده ادفتا روفت . ام اغير ده . ام trauma الامج ضر управة ب43. قلظ اليسكو 16 بيت خانسة روفل. اتقل هنا بقى برنامج الاو او الامج jpu XNC بيت خانسة حينêu احدث الان العمل بسل . بيحتاج اي شباب لائسنز. بيت ؟ تمام؟ اثنان او بكر potentially عنها من queراول راشم. قلق تقور روفل وكع او Justice. قلقة الاركة تحت نفس المصور. هتلاقي ملف اللايسنز اهو. انا اتجاهزه لكم جاهز اصلا. تمام? يا اما تاخد الكونتينت ده. بيه ده تاخده كوبي وبس. تحطه هنا. تمام? او ان انت تعمل براوز على الملف. لو انت جيت تعمل براوز على الملف اصلا. هو هيكونكت عليه. هو هيكونكت عليه ويديب الكونتينت بتاعه. ودي برضو حركة حدوة اي تحترم منهم. لان الفيرشنز القديمة كنت لما بعمل براوز على ملف اللايسنز كان بيجبلي المصار بس. وبالتالي ملف اللايسنز لو اتدلت او انت نقلت مكانه البرنامج مكانش بيرجو يشتغل تاني. انما دلوقتي بياخد الكونتينت زي المصور. وبالتالي لو غيرت اسم الملف او نقلته باي مكان تاني عادي البرنامج يبطلش لك. تمام. كده زي الفل. لو جيت اضغط بقى على الايكون دي كده الاول تحت راوتر. ظهر فعلا عندي راوتر جديد اهو موديل 15.5 دا الاسم اللي هو حطيته. تمام. ولو جيت هنا تحت الايكون تحتها دي. في عندي هنا فعلا الاسم الجديد اللي ظهر اللي هو مولتلاير سويتش. لو جيت اتشغلته. تقلق كيني نستارد. دابل كليك. عشان افتح الترمنال بتاعته. مش هقلوكم ان السويتشات السيستنس او الاي او في السويتش. يعني السيناريو برفيك. لكن مقارنة بالباكت تريسر مثلا مافيش واكو مقارنة. يعني تقريبا بيصبرت ان احنا نشتغل مثلا افتو 90% من اوامر سيسكو لغاية لفل سيسيوهين. تمام. مسلا من بعض الاختلافات. بعض الاختلافات طبعا دخلني على الانيبو المديرب. وبرضو بيبقى في شوية موجود برضو عندي ايه؟ شوية موجود برضو برضو عندي ايه؟ شوية موجود برضو برضو فرق. اني لو قلتلو هنا. شو انترفيز؟ مساسا. سيداس. طبعا بسو كده. ده سريتش 1960. موديل اتفو ساتين. البركس اللي قدامكم دي كلها دول 24 بورت نوح ومفاست استرنات. والاتنين اب لينك دول السرع بتاعتهم 1 جيج استرنات. فده حاجة حقيقية. تمام؟ انما بالنسبة للـ IOU سيسكو في الاول في الاخر قلنا عمليك حاجة تعليمية عشان كده قسمي كل الانترفيس الـ Ethernet Ethernet 0x0 مثلا السرعة بتاعت الـ Ethernet 10 ميج انما بالنسبة للـ Switch الـ Fast Ethernet 100 ميج الـ Geek Ethernet 1 ميج تمام؟ هند كمان اختلاف كمان ان مثلا بالنسبة لو كان الـ Switch حقيقي يعني الـ Default من الانترفيس سيلاقيها الـ Connective و مش ندور صل دوقتي بحاجة انها في الـ IOU هلاقيه دايماً Connective فطول ما احنا ماشيين اللي قصدوه طول ما احنا ماشيين لو في اي فرق بيفرق ما بين الـ IOU و ما بين الـ Switch الحقيقي هؤلت ان ده في فرق ما بين و ما بين الـ Switch الحقيقي كده عشان كده قدتلت انها و مش سيناريو فارفكت لكن مقارنةً بالـ Back-Tresser ولعب العلدة لا مفيش واقع مقارنة تمام؟ حط عندو اياه سلاف وجزلة هنت كمان طبعا زي ما اتفقنا بعد كده بص لوان اقفلت البرنامج هو بنفسه بيكون نكت اصلا على البرنامج البيهور ويعمله شاداون بص برنامج كده شوية هو اصلا هيعمله شاداون اخدت بالكم اختفل زي والبرنامج كان البيه الناس بي ام اتقفل تمام بعد كده التعامل هيبقى ازي هدبل كليك على برنامج جي ان اس بس كده هو بنفسه هيفتح برنامج مين انا شايل ايجي منع الماوس خالص اه نعم حدا بيسأل هو بنفسه اساسا بيكون نكت دلوقتي اصلا على برنامج البيهور وهيقوم بالفايرول تقفله زي ما اتفقنا تخليه او عشان نعمل اكش مشاكل ايوان زي الفول لهو كده اشتغل تمام وفعلا هنا اللون اختر ساعاته وبعد الاحيان بتحصل تهيسات لونه هنا بيبقى احمر قال ما كانت اون باورد اون تمام لكن لون هنا بيبقى احمر طالما اللون احمر ده معناه ان مفيش كن نكتبتي ساعاتها ما بين الجي النقص اصلا ما بين البيهور تيجي ساعاتها تسحب الراوتر اللي اتنين دول يشتغلوا تسحب الراوتر ده مش هيشتغل لان النصة دي احنا كنا بضايفنا جوا برنامج البيهور صح طب والحل بكل بساطة اصلا لما بينك انصطب برنامج البيهور المقترد ان هو بيرمي عندي كارتين شبكة تخيلين واحد اسمه بينت واحد والتاني اسمه بينت تمانية تمام البينت اثنين وثلاثة دول دول انا اللي ضيفوهم انما تدي قلت بتاعه ان هو بيستطب عندك ايه بينت واحد وبيستطب عندك بينات تمانية double click كده details هلاقيهم واخدين ID 1268 whatever واخدينهم منين برنامج البيهور built in في قلبه كده DHCP server صغير فلو جيت على edit virtual network editor هلاقي مثلا على سبيل المثال بنت واحد شغال عليه DHCP صغير بيواصع ايبهات في الرنج بتاع 169 109 مش ده فعلا ان كان الIP اللي من الكارت بتاعي واخده لو قلتنه DHCP setting بيواصع ايبهات ابتداء من 128 إلى 254 ونفس الكلام بالنسبة لبنت تمانية برضو هيقل وتلاقيه واخد ايبه في الرنج بتاع 129 ساعات في بعض الاحيان بتحصل تهييسة ان الكارتين دول ما بيكونوش اخدو ايبه من DHCP اللي built in في برنامج البيهور وبتالي بتلاقيهم واخدين ايبه ابيبه 129 254 تمام طب مش يحصل كونكتبتي جدا ما بين الاتنين وقلنا ساعتها التأثير ان هو لونه هنا بيبقى احمر مش بيشتغل تمام طب والحل الحل الاولاني ان انت تعمل الاتنين دول وبعد كده ترجع تعملهم ايبه كده تمام مجرد ما بتعملهم ايبه ساعاتها بياخد ايبه فعلا بيجيش في دين اللي built in في ايبهور وساعاتها بلاقيه هنا خضر كده الواحدة بنسبة 90% شغلت زي الفول ساعات في بعض الاحيان البسيطة مش بيعملوا يعني برغم الخطوات اللي انا عملتها برضو مش بيكون ايبه ساعاتها بلجي ان انا عمل ايبه بعمل اصلا شدهون للبرنامج خالص سواء gns او ويجي على edit virtual network editor واقول له هنا restore settings او restore default عشان يرجع البرنامج على كل default الجاو بيطود شوائن في حدود دقيقه ولا دقيقين كده لغاية ما يrestore default وبيشتغل بعدها زي الفول بس تنسبة تقريبا في 2% جزت زي ما انتفقنا ان انا بعمل بس ايبه اللي الكارتين دول وارجع منهم انيبوت كاني من غير حتى مقفة البرنامج ويجي انس وارجع شغلهم ويشتغل زي الفلدر واي ورحي بحاجات أهميني كده بحاجة يا 1 3 1 4 شكرا